نروح لمجز التساعة مجز طبعا لا أهم الأنباء مع لمية حمدين نرجع نكمل كلامنا مع أستاذ ثوريت فدري لمية شكرا لك جمانا التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تنطلق اليوم ثاني جلسة المحور الاقتصادي في الحوار الوطني حيث تعقد أربع جلسات تخصص جلستان منها لمناقشة قضايا لجان الصناعة وجلستان لمناقشة قضايا لجان الاستثمار الخاص المحلي والأجنبية وكانت أولى الجلسات النقاشية للجان المحور الاقتصادي قد نقشت الأسبوع الماضي القضايا الخاصة باللجنة العدالة الاجتماعية وتضمنت قضية برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهنة والتطورات الجديدة وذلك بالتزامن مع مناقشة لجنة السياحة في جلستها الأولى أو جلساتها الأولى قضية صياغات الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب السياحية تتوصل لليوم الثاني فعالية الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي والتي تعقد بمدينة شرم الشيخ وتستمر حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري وفي هذا الإطار استقبل محافظ البنك المركزي حسن عبد الله رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي أكينومي أديسين على هامش الاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي في شرم الشيخ وتأتي الاجتماعات في إطار حرص مصر على تعزيز وتعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات خاصة من الناحية الاقتصادية دخل اتفاق الهدنة المؤقت في السودان حيز التنفيذ يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش السوداني أن عموم البلاد تشهد استقرارا في الموقف العمليتي عدى اشتباكات متفرقة مع قوات الدعم السريع في أجزاء من العاصمة الخرطوم وأوضح الجيش السوداني في بيان له أن الجيش اشتبك مع مجموعة من قوات الدعم السريع في شارع الغابة وكبدها خسائر كبيرة ودمر واستولى على عدد من العربات المسلحة وأضف الجيش السوداني أنه وجه ضربات للدعم السريع بعدة مواقع بالخرطوم وبحري وأم درمان نتج عنها تدمير عدد كبير من العربات المسلحة والأسلحة والمعدات وسقوط عشرات القتلى والجرحة وصل رئيس الوزراء الروسي ميخايل إلى الصين في زيارة سيلتقي خلالها بالرئيس هشي جانبينغ وسيتوقع سلسلة أو سيوقع سلسلة اتفاقيات متعلقة بالبناء التحتية والتجارة على الصعيد الميداني وكشف حكم مقاطعة بالجرد الروسية الحدودية مع أوكرانيا أن مسيرات أوكرانية ضربت عدة مناطق في المقاطعة دون وقوع إصابات تأتي تلك التطورات بعد إعلان السلطات الروسية في وقت سابق أن مجموعة مسلحة دخلت المنطقة المتاخمة لأوكرانيا ما دفعها إلى إعلان نظام لمكافحة الإرهاب وإجلاء المدنيين في محاولة لصد هذه الهجمات أخفق رئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي في التواصل لاتفاق حول كيفية رفع صقف دين الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 من 10 رليون دولار وقال مكارثي للصحفيين بعد محادثات استمرت ساعة مع بايدن في البيت الأبيض إنه ليس هناك اتفاق بعد مشيرا إلى أن مفاوض الجانبين سيواصلون المشاورات ولم يعد أمام الجانبين سوى عشرة أيام فقط للتواصل لاتفاق لرفع صقف دين الحكومة الاتحادية وإلا فإنها قد تتخلف بشكل غير مصبوق عن سداد الالتزامات قال متحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية إنه تم إلقاء القبض على سائق شاحنة بعد استضامها بحواجز أمنية في ميدان لفايت سكوير القريب من البيت الأبيض وذكر مسؤول الاتصال بجهاز الخدمة السرية إنه لم تحدث إصابات لأي من أفراد الخدمة السرية أو موظف البيت الأبيض ولا يزال سبب التصادم وكيفية حدوثه قيد التحقيق وأعلنت الخدمة السرية إغلاق بعض الطرق وممرة المشاه رياضيا أفاز المصر البورسعيدي على مضيف الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة التسعة والعشرين من الدور الممتاز وفي نفس الجولة حققت داخلية تعادلا ثمينا مع ضيفي الزمالك بهدف لمثله وأحرز سيف الدين الجزيري هدف الزمالك في الدقيقة الواحدة والعشرين وأحرز هدف التعادل سامير فكري في الدقيقة الرابعة والثمانين من ضربة الجزاء بينما أهضر أحمد سيد زيزو لعب الزمالك ركلة جزاء عند الدقيقة الخامسة والسبعين مشاهدينا انتهى مجزء التسعة ونعود مرة أخرى لجومان أو مصطفى لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر شكرا لك يا لما